شاهدين متابعين الكرام انطلاقاتنا تستمر والتحديات تستمر على ارضية هذا الميدان ثالث جولاتنا في الميدان الذكي تنطلق وبدايتها مع المحليات اللصائل البكار في سن الاذاعي وسن الامتاع على ارضية ميدان المرموم ننطلق مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات المتواصلة على ارضية ميداننا الذكي اتقدم مع الصدارة مباشرة مع المقدمة مغثة على المركز الاول سعيد بن حمد بن قناص العامري من يقدم مغثة على المركز الاول النوعس في النوعس لعلي بن حمود بن علي بن حمود الظاهري قدم في يوم اللمس في سن اللقاية وخطف ثلاث نقاط من على ارضية هذا الميدان ها هو شعار النوعس على المركز الثاني المركز الثالث وتابع بطرة القادمة بطرة بقيادة ابو منصور على ما ظن سيل بن محمد بن سيل براشد الحميري يقدم بطرة على المركز الثالث الرابع 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 الضبي سالم بن خليفة بالضبيب الشامسي القادم بخليفة في هذه الانطلاقات والتحديات المركز الخامس وتابع سمحة القادمة سيل بن سعيد بن حمرور الحامري من يقدم سمحة على المركز الخامس سادسا كذلك سمحة لعيسى بالصغير بن علي بن ذويب العامري القادم المركز المركز السادس يا ابو حمد في هذه اللحظات الوصول من المسكة ابراهيم بن سعيد بن سلطان الغفيلية القادمة على المركز السابع ثامنا هذه اللي قادمة هذه الوسمية لأحمد بن خلفان بن محمد بن خصيبة الظاهرية من يقدم في هذه اللحظات الوسمية والمركز التاسع متعب لعوض بالراشد العميري القادمة مع انطلاقة متعبة والمركز العاشر مذهلة مذهلة منصور بصغير بن محمد المنصوري القادمة في هذه اللحظات على المركز العاشر هكذا هي النتيجة للعشر المراكز اللولة المتقدمة مشاهدين متابعين الكرام اعود الى الصدارة اعود الى المقدمة اعود الى المركز الاول الى الصدارة مغثة على المركز الاول لا زالت في قيادتي هذا شوط مغثة سعيد بن حمد بن قناص العامري من ينطلق ويقدم مغثة على المركز الاول بطرة على المركز الثاني سيل بن محمد بن سيل بن راشد بالعرطي الحميري على المركز الثاني يقدم بطرة يقدم بطرة الموقع الثلاثة كيلو متراته منتصف الستة كيلو متراته نوعش القادم على المركز الثالث لعلي بن حمود بن حمود ظاهري قادم على المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع الوصول من مذهل القادم منصور بصغير بن محمد بند عفوس المنصوري القادم على المركز الرابع المركز الخامس وتابع الوصول لهذه اللحظات هذه صملة القادمة صملة لخالد بن عبدالبهادي بن فهد بن صوفان آل احباب القادم في هذه اللحظات وأول ندا لصملة الوصول من المسك المسك القادم إبراهيم بن سعيد بن سلطان الغفيلية يقدم المسك وهذه مشكورة أول ندا لمشكورة نايد بن مسلم بالزفن العامري القادم في هذه اللحظات ومتعبة لعوض بالراشد العميري العميري يقدم متعبة المركز التاسع المركز التاسع شام 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 القادمة في هذه اللحظات المتسللة مع هذا الانطلاق والتحدي شام محمد بالسريع بن محمد بن حطاب الكعبي ينطلق هنا في هذه اللحظات والوسمية على المركز العاشر مع بن خصيبة الظاهري أحمد بن خلفان بن محمد بن خصيبة الظاهري هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لهذه الشعارات المحليات الأصائل في سنة الإذاحة في يوم الإبداع من أرضية بيدان المرموم بن قناص قانص المقدمة حتى هذه اللحظات بقيادة مغثة بقيادة مغثة سعيد بن حمد بن قناص العامري يقدم مغثة على المركز الأول المركز الثاني القادمة الصملة هذه الصملة قادمة خالد بن عبد الهادي بن فهد بن طوفان بدأ يطوف الأحباب الأحباب القادمة والقادمة من الجانب الآخر متعبة عوض بن راشد هنا القادمة العميري العميري وبن حمود وبن حمود رعي النواعس علي بن حمود بن علي بن حمود الظاهري وبالعرطي القادمة هذه بطر القادمة السيل بن محمد بن سيل بالعرطية الحميري الواصل خماسية خماسية تقتحم الكيلو متر الأخير سمح مبارك بن بطي بمناخر الأخيالي أول ندى لهذا الشعار والقادمة كذلك هذه النادرة استيط من سالم بن استيط المالكي الخيلي والحرشا أحمد بن عبيد بن مبارك والقادمة صملة 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 قادمة خالد بن عبد الهادي بن فهد بن طوفان ولكن ماذا يدريد ندر 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 في الأربعمية متر الأخير في الكيلو متر الأخير ندر في الأداء ندر في الشكل ماذا الله ماذا يدريد الثالث المركز الثالث الشام لمحمد بالشريع بن محمد بن حطا بالكعب المركز الرابع بالعرطي مع بالعرطي بطرس سير بن محمد بالعرط الحميري والخامس هذه صملة اللي وصلت على المركز الخامس صملة لخالد بن عبد الهادي بن فهد بن طوفان الأحباب الأحبابي تهانينة والناموس نعود مع التوقيت ولحظات وصول أهالي الدريز قدمه من السلطنة والمشاركة على أرضية هذا الميدان تسع دقائق ثلاث عشر ثانية ثلاث اقزاء من الثانية هو التوقيت النادرة تهانينة والناموس لشتيط بن سالب بن شتيط المالكي المركز الثاني تسع دقائق رباطعش وخمس اقزاء من الثانية هذه سمحة اللي وصلتنا لمبارك من بطي بمناخر أهل خيلي المركز الثالث تسع دقائق نتابع والمركز الثالث تسع دقائق تساط عشر ثانية جزء واحد من الثانية هو التوقيت المركز الثالث تهانينة والناموس للجميع